اصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرارا بتعين سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد والشيخ فهد بن سلمان آل خليفة والسيد علي موسى شفيعي كممثلين عن الشركة القابضة للنفط والغاز في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات البترو كيموية جيبك ويتضمن القرار تعين سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيسا لمجلس إدارة شركة الخليج للصناعات البترو كيموية جيبك ويمتلك الممثلين المعنيين خبرة واسعة في مجالات الهندسة والصناعات البترو كيموية وإدارة المشاريع